السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في برنامج صحبة أمان لعلاج التواحد بأمريكا أثناء تجوالي ورحلتي في بعض الدول الأوروبية استقريت لبعض الوقت في ألمانيا لذلك موضوعنا اليوم هو علاج التواحد في ألمانيا التقيت ببعض المختصات والمختصين بألمانيا بعضهم أجانب وبعضهم مغتربين وعملنا اجتماع في أحد أكبر الفنادق وقد صورته في هذا الفيديو بعض المختطفات فقط وأغلب تركيزهم هو على علاج التواحد باستخدام الخلايا الجدعية على حسب قولهم أن أغلب الدراسات التي أظهرت نتائج جيدة في ألمانيا كانت قد استخدمت الخلايا الجدعية المأخودة من دم الحبل السري وبالتالي يجب تحضيرها مسبقا عند الولادة ولكن المشكلة أنه ليس لدى كل المرضى احتياطات دم من الحبل السري لذلك هناك طرق بديلة لأخذ الخلايا الجدعية من نخاع العظم مثلا أو الأنسجة الدهنية أو الدم المحيطي من أكثر الأسئلة التي جاءتني حول علاج التوحد في ألمانيا هي ما هي تكلفة العلاج هناك على حسب ما سألت وعلى حسب الأشخاص الذين التقيت بهم قالوا أنه يقارب 17970 أورو وهذا المبلغ متغير حسب الأوضاع يعني إذا كان الطفل لديه مشاكل كثيرة يحتاج إلى جلسات أكثر يعني يكون المبلغ أكثر إذا كان الطفل ليس لديه مشكل كبير فالجلسات تكون أقل والتكلفة تكون أقل أيضا من الأسئلة التي جاءتني أيضا ما هي المستشفيات الكبرى التي تعمل هذا العلاج على حسب ما سألت وعلى حسب المناطق التي زرتها كانت مستشفى هيليوس بيرلين المستشفى الجامعي أيضا مجموعة مستشفيات فيفانت سأكتب لكم هذه الكلمات أو المصطلحات يعني أسماء المستشفيات لأنها معقدة هكذا حتى تستطيع البحث عنها في جوجل بسهولة من الأسئلة التي جاءتني أيضا هل أستطيع أن أسافر إلى ألمانيا لعلاج ابني أو ابنتي من التواحد طبعا الإجابة هو المشكلة الأول التي المشكلة الأول التي تلاقونه هو أن تأشيرات يعني الفيزا إلى ألمانيا للسفر إلى ألمانيا ليست سهلة لأن ألمانيا هي من أكبر الدول الأوروبية التي تحتوي على مستشفيات علاجية كبيرة جدا لذلك فهي وجهة العالم تقريبا يوجد ألمانيا أمريكا كندا يعني كل هذه الدول تستقبل كثير من الناس لذلك يكون لديها فيزا صعبة جدا من الأسئلة التي جاءتني أيضا هل ألمانيا تقدم مساعدات للمغتربين هناك الإجابة نعم يوجد الكثير من المساعدات على حسب الملف المقدم لهم يعني إذا كان لاجئ إذا كان لديه مدخول قليل إذا كان لديه عدد الأطفال أكثر من خمسة إذا كان الزوج يعمل إذا كانت الزوجة لا تعمل أو تعمل يعني على حسب الظروف وطريقة ذهابكم إلى هناك يوجد الكثير من الملفات أنا لا أستطيع إخباركم بالتفاصيل لأني لا أعلمها يعني لا أستطيع التحدث في أشياء لا أعلمها لكن على حسب الأمهات المغتربات في ألمانيا فيوجد الكثير من المساعدات لأطفال توحد وكذلك لدويل احتياجات الخاصة بصفة عامة أيضا بالنسبة للإندماج فألمانيا هي من أكبر الدول التي تستقبل أطفال توحد وأطفال من دول احتياجات الخاصة ولكن قبل ذلك يجب عمل تشخيص عام لهذا الطفل يعني إذا كان الطفل لديه قدرات للجلوس مثلا يستطيع التواصل بنسبة مثلا 50% مع الأطفال والزملاء فتقبله المدرسة بدون مشاكل ويوجد أيضا مدارس خاصة بكثرة يعني بصفة عامة أن كل طفل توحد أو طفل من دول احتياجات الخاصة لديها الحق في الاندماج سواء في مدرسة خاصة أو في مدرسة عامة أو في حضانات خاصة على حسب الحالة التي يكون فيها هذا الطفل ما هي المشاكل الموجودة في ألمانيا بالنسبة لعلاج التوحد أو علاج الأطفال من دول احتياجات الخاصة من أكبر المشاكل هو أن الملف عند تقديمه للطفل يكون مدة الانتدار ما بين شهر إلى خمسة أشهر فيه بعض الأمهات قالوا انتظرنا ثمانية أشهر يعني القائمة تكون طويلة جدا من بين المشاكل أيضا أن العائلات اشتكوا بأنه عندما يريدون عمل تحليل للطفل التأكد إذا كان لديه مثلا تسامن معادل ثقيلة أو لديه مثلا فقر دم أو لديه مشكلة آخر مثلا فالتأمينات تكون صعبة جدا يعني التأمينات لا تساعد كثيرا في تغطية التكلفة للعلاج وبالتالي تكون تكلفة العلاج مرتفعة جدا بالنسبة للعائلات دوي الدخل المتوسط أو الضعيف من بين المشاكل أو الأشياء التي لم تعجبني بصراحة مثل أمريكا أنهم لا يركزون على تأخر النطق والكلام يعني كل ما يهمهم هو أن الطفل يكون قادر على الاندماج المهم أنه يكون قادر على الجلوس أنها قادر على الاستماع قادر على تنفيذ الأوامر لكن لا يهمهم إذا كان هذا الطفل يتكلم أو لا يعني بالنسبة لموضوع النطق والكلام فهم ما زالوا متأخرين جدا يركزون على تعليمهم الإشارات لغة الإشارات لغة الصور البصرية ولا يركزون يعني هم يركزون على السلوك أكثر من الكلام يعني البرنامج الذي يتابعونه تقريبا يتشابه مع البرنامج الموجود هنا بأمريكا وكنت شرحت لكم عدة مرات في بث مباشر في المداخلات أنه حصل مع ابني نفس الشيء أن ابني كان يتكلم وبعد دخوله للبريسكول يعني يتوقف عن الكلام لأنهم لا يشجعون الأطفال على الكلام إلا إذا كان هذا الطفل يتكلم وليس لديه مشكل تأخر في النطق اشتركوا في القناة